اهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامشكم صباحنا شير على قناة احنا تيفي صباح الخير اينما كنتم ويسعد صباحك لميا صباح الخير اينما كنتم هاي جملة ازدهار الشهير بغي حبها اه لازم كل يوم حلقة هيك تكون عنا نبدأ فيها انا الحمد لله منيحة انتي كيفك تمام كيف اصبحت هاي جمعة ماكنش كتير الوضع هيك جيد مش دائما لازم يكون جيد فيه مطبات صح صح ولكن اليوم انا بحال اجود من ما كنت عليه في بداية الجمعة خلينا اقول في بداية الاسبوع المرة السؤال مش اليك دائما احنا مانبلش باسئلة وبحوار قصير مرة السؤال العفاف يسعد صباحك كيف انت تمام تمام سؤالي اليك اليوم هل انتي تعتدرين لشخص اخطأ في حقك لا طبعا لا ليه كل صدق بححكيها اذا حدا غلط فيي انا انساني بسامح من جوا بس بعودش هتعامل معاك كمان مرة حتى لو شخص قريب ببتأسفاش حتى لو كان شخص قريب بتأسفاش بس خلاص بعرف في حدودة بتقطع العلاقة مثلا بقطع العلاقة بقطع العلاقة لو شخص قريبها نستطيع قطع علاقة مع زوج قطع علاقة مع ابناء قطع علاقة مع ام انا عندي رأي مخالف شوي هيك العيلة المقربة اه بعتدريش اما منحكي بالموضوع اما بعتدريش لانه هو اللي غلطاني بحق ليش لانا اعذر له اما شخص بعيد مع عمل مش داما بشوفه كات كات شوف راي لامية نشوف لامية شوف انا عندي رأي شوي بختلف عن رأي عفاة بصراحة بعرفش اذا انت بتأيديها بفكر الموضوع يا جماعة الخير هو اشي هالقد شخصي يعني كل انسان بتطلع عليه من منظار يختلف انا بشوف انه ثقافة وفند الاعتذار هو شي يعني بتعلق بهويتنا الثقافية الشخصية فانا حسب رأي ازدهار مبلا ممكن يعني يصل وضع لانه حدا يغلط فيه واني انا اتأسف له ليش كده راح تسأليني ليش لا لاني بعتقد لما انا بتأسف لهذا الشخص انا برتاح حتى لو هو الغلطان في حقي حتى لو هو اللي ازعجني لما انا بشحن حالي بالطاقات الإيجابية وبتقبل كل اللي حولي حتى بسلبياتهم حتى بإيجابياتهم فانا بفكر عيشي سعيدي اكتر يعني انا بكون مرتاحة البال اكتر بكنش نايمي وقلقاني انه هذا الشخص اناوياته بخلاف هذا الشخص اناوياته في بناتنا ضغيني او كروه او 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 بخانة اللي هي مش صح انك انت دائما تقدمي اعتذار للاخرين طب انا بينا بين انا بينك وبين عفاف شو يعني انا مستعدة اقدم اعتذار الاشخاص اللي بخصوني الاشخاص اللي بخصوني هي امي ابوي زوجي اخوتي اصدقاء الطفولة مثلا قاربين جدا اما شخص في العمل لا شخص قابلته مرة او مرتين لا اعتذر ممكن اسامح بس في فرق بين المسامحة والاعتذار فيه جملة اسمعي ازدهار هو قبل بس ما تحكي الجملة كمان يمكن الاشي بتعلق بالجيل يعني لما انا كنت بجيل اصغر كنت سعب علي اني اعتذر اليوم انا لما بجيلي شوي واعي اكثر مدركي للحياة اكثر صار عندي هذا التصالح مع ذاتي عندي هذا السلام الداخلي جواتي فبقدر امطل الامور يعني امطيها مئياس تاني اعطيها اسمعي فيه فرق بين السلام الداخلي فيه فرق انك تعتذر انا اسامح لكن لا اعتذر بتعلق على فكرة الاعتذار انواع يعني انا ممكن اجي اعذرلك ازدهار بسمة يعني اكون انا مختلفة انا وياك قبل بيوم اجي اطرح عليك التحية هاي هي الاعتذار او فيه وجبة عشاء ممكن فيه ناس بتعزمك عوجبة عشاء فيه ناس بتعذرلك انه بتيجي بتحكيلك رسالة نصية فيه ناس بتتصلك فيه ناس بتقولك الكلمة بشكل هالقد اباحي واضح وجهوري انا اسف انا اخطأت في حقك وهدول انا بعتبرها الناس جدا شجعان يعني وفيه ناس انه بس اكمل هالجملة فيه ناس انه ما عندي هنا الشجاعة بس برضو بحترمهن لانه الاشي عن جد يعني كمان له يمكن علاقة بالتربية يعني شو الثقافة التربية بالاساس شو الاهل ذوتوا عنا شو الاهل اللي رسخوا فينا فيه انواع على الاعتذار في عنا الاعتذار الصادق وفي عنا الاعتذار البارد الاعتذار البارد يعتبر اهانة ثانية فيه بتشعر انه ممكن بيعتذر لي بس مجرد يلا انا اعتذرتلك تسليك ما الشيء كامل الامور بس بتشعريها والاعتذار في غير وقته كمن يقدم لك قهوة باردة هل تستطعين ان تشرب القهوة باردة؟ انا لا اشرب القهوة اساسا ولكن باردة ولا في اي حال من الاحوال والاعتذار يزيل نصف الوجع والنصف الاخر تحتفظ به الذاكرة بصمت هاي جملة اختتم فيها ايضا الموضوع ومن اداب الاعتذار لا يكون مشروطا باستخدام كلمة ولكن بعد الاعتذار او محاولة تبرير الفعل الخاطئ او التأخر عن تصحيح الخطأ فبالنهاية انا بدي كمان اعقب بس على اللي حكته ازدهار من اصعب حالات الاعتذار لما انت بتعتذر له شخص وهو ما بيكون كريم باصله يعني في مثل بيقول او مقولة شهيرة اذا اكرمت الكريم ملكته واذا اكرمت اللقيمة مردة ان هدول النوعية من الاشخاص اللي لما انت بتتأسف له برغم انه مرات هو بيكون اللي عليه الخطأ وما بيبدي تعاطف مع اسفك واعتذارك بالعكس يطغى ويعلو في فكره عليك هدول الاشخاص عن جد يعني الله يكفينا شرهن زي ما بيقولوها لانه فعلا يعني سعب سعب بين يوم وليل انت تجي تقنع شخص اللي هو مش مقتنع بفكرة الاعتذار اصلا ولا بيفن الاعتذار ولا بثقافة الاعتذار لم يفن الاعتذار هو ترسيخ منذ الطفولة اذا انا بعلم ابني منذ الطفولة ان انا اخطأت عليك ان تعتذر وليس هناك عيب من الاعتذار نحن نقلل من آفة العنف نقلل من المشاكل الاجتماعية الاعتذار تمحي الكثير من الضغينة وللأسف يا ازدهار والمشاهدين ان الاعتذار بالمجتمع الغربي هو نسبته بكثير اعلى من المجتمع العربي وعند النساء بشكل عام ايضا اكتر بكثير من عند الرجال واكتر دولة مشهورة بفن الاعتذار وبتربي وبتذوت وبترعى ولادها على انه يكونوا مع اعتذار لما بيكونوا كبار هي بريطانيا معروفة بريطانيا انها بتربي الولاد منذ الصغر على انه يعتذروا لبعض واحنا اذا منلاحظ حتى يعني في الافلام الاجنبية دائما يعني اكسكيوز مي او اي كلمات اللي هي ثانكس يعني يمكن احنا بلشنا اليوم كمجتمعات عربية نرسخ هاي القيم عند اطفالنا لكن ما بكفي لازم نشتغل على الموضوع اكتر طيب نهاية لموضوعنا المول حلو احنا بنفتح افاق لهيك للمشاهدين لما بنحكي الكلمة لما بنحكي نطرح الموضوع مش عشان انا عشان لمية ولا عشان نفقف احنا هيك مادة للتفكير لكل شخص بيشوفنا وبسمعنا نهاية الاعتذار مثل السكر نرشه على الوجع نرشه في النفوس ومن كلمة سكر انا حابة انطلق لاشياء السكر موجودة عندنا على الطاولة كتير مميزة موجودات معنا على الطاولة اللي عملهن هو صانع الكحك الكعك ونحات الكعك صالح نعمة صانع حلويات اهلا وسهلا فيك صباح الخير الله يسعد صباحكم بكل خير من الله شرفنا يا صالح كمان صاحب محل حلويات ارتك ارتكيك تعلمت في الاساس ان تكون مدقق حسابات مزبوط ما الذي جاء بك الى عالم صناعة الكعك السؤال حلو الله يسعد صباحكم بكل خير من الله لكل المشاهدين الجميع اه في مقولي بتقول من منحة واحد بطلع عنده منحة من محنة بطلع الواحد لمنحة بداية انا خلصت لقب اول بإدارة اعمال ومدقق حسابات اه انا عندي نوع حساسية معينة بالطعام اللي هي ما بقدر اكل نوع معين من الطعام وانا من مصغر كنت هاوي للمطبخ كنت اظن اغلب الوقت اظن مع امي 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 كثير هاوية طبخ حلو شو نوع هالحساسية عرف المشاهد باسمها نوع الحساسية هي حساسية السيلياك اللي هي ممنوع اقرب على اي اشي فيه جلوتين اللي هو نوع بروتين الموجود بالامح وانت وانت اكتشفت هذا الاشي بانو جيل هذا المفروض بيخلق مع الواحد اها وبيكون وراث كثير وفيه له عوارض كثير انا اكتشفته بجيل متأخر وحتى لما انا اكتشفته قبل اكمن يعني قبل شي حوالي عشر سنين ما كانش فيه كثير معرفة عن هاذا عن هاي الحساسية فاكيد كان يستصعب تكل اشياء اللي هي خالي من القامح شو كانت العوارض يعني انت ما كنت تدرك الموضوع وكنت تكل المواد اللي فيها الجلوتين طب وشو كانت العوارض العوارض ممكن تختلف بين واحد لواحد انا شخصيا العوارض اللي كانت عندي هي اوجاع بالبطن مغس اسهال هبوط بالجسم كلها ما كنتش تعرف شو مالك هذا كل الوقت عادنا احنا عفترة كبيرة عادت عفترة كبيرة نزلت بالوزن صار عنده هبوط بالجسم اوجاع جدا صعبة واحنا بعدنا مش عارفين شو السبب فمن بعد ما عملنا فحوصات حتى عدة فحوصات يعني اكتشفنا انه عندي حساسية الامح ومن هون انا بلشت ادور على الشغلات يعني كان حتى فيش معرفة فيش منتجات كثير من عشر سنوات من عشر سنوات يعني كنا ننزل مشوار طويل حتى نشتري منتجات معين ومش كثير طيبة يعني فصرنا ندور من ايش ممكن نعمل ايش بديل بداية بلشت مع الامور من الانترنت كنت افوت اطلع اه لحالك لحالي افوت اطلع البرنامج غذائي لحالي اطلع ما تكون معين للكعكة وصفي عالج نفسك منا بسطحة اسطحة غالية ايوهاي فالحمدلله هيك بلشت شو كانت ردود الفعل بعد ما انت تناولوا الكعكة اول رد فعل كان اول شي احنا كنا عاملين يعني كعكة اللي هي خالي من الجلوتين وكعكة طيبة فكان اول رد لعمتي واو يعني عن جد اول مرة بذوق هيك كعكة وخصوصا هي ما عندهاش الحساسية ابنها اللي عنده الحساسية ورغم انه اكلتها وحبتها فبتقول لي ليش بتبلش تبيع وهيك اشي فقلت لهمين بدي يشتري مني وشو انا بخ يعني انا مش موجود بهذا العالم فقلت لي انا اول واحدة مشتري منك يلا شو حطت فيها الكعكة يعني ذاكرة الكعكة كانت بذكر كانت على شوكولاتة مرير شوكولاتة المرة وكانت الاساس تبعها البراونز شوكولاتة بس كانت على اساس طحين طحين بذكر طحين الذرة يعني انت اليوم كيف احنا بنعرف بالمحل عندك في قسام اللي هو مختص بانه يعمل كعك اللي بدون المادة هاي مضبوط عنا احنا برضو بنعمل حسب الطلب على الاغلب لانه برضو فش يعني هاي المنتجات هي فئة من الناس اللي بتستخدمها عنا برضو احنا بنعمل بدون جلوتين بدون سكر خالية من السكر او بديع السكر الكعكات اللي قدامنا اليوم مع السكر ومع جلوتين اه هنا هذا الكعك هذا كعك مختلف هاي تصميم استاندارد اه هذا الكعك اللي هنا احنا نحكي هنا على فئة ثاني من الكعك اللي هي النحت اه بس احنا ممكن نعمل حتى هاي الكعكة لناس اللي عندها حساسية الحليب حساسية البيض حساسية السكر او يعني انت بتعطي هيك اللي عنده سكر ايجابي بعطي ايجابي لكل الناس اللي عندهم امراض معينة خلال نرجع لتاريخ الكعكات يا لم نعرف من اين جاء هذا الابداع احنا بس لازم نحكي انه فيه كعكة عاملها خصوصة او مخصوصة صباحنا شير اللي هي الكعكة الزهرية الاولى عليها اه هو حاطت عفكرة اه بورتريت لازدهار مع شعراتها البنيات الحلوات مكتوب عليها صباحنا شير او حاطت كمامة طبعا احتفالا بالكورونا فشكرا للك على الكعكة وشكرا على الهدية الحلوة الكعكة خصوصة احنا عملناها خاصة للبرنامج هاي مني للبرنامج شكرا للك صباحنا شير ليش انه عملناها بنت اول اش انه بشوف انه اغلب المقدمات هي صبايا شوفت اغلب مقدمات الشرطة الغربية هي صبايا كمامة قلنا عم ندور على اشي اللي هو جسد الواقع فقلنا انسب اشي اللي هي اسا محتل لحديث كل العالم اللي هي حديث الساعة مزبوط لهي الكورونا فلبسناها كمام وكتبنا على الكمامة صباحنا شير حلو وانا اتعلمت هاي الدورة هاي دورة انا باعتقد انها مش اشي سهل يعني بدها هالقدي حرافية يمكن من الشخص وبدها هالقدي مهارة مزبوط احنا بداية احنا لما بلشت انا كمان برضو بعجينة السكر اشتغل بعجينة السكر برضو يعني انا كنت من الاوائل اللي بالمناطق عنا بشتغل بعجينة السكر حتى انا بلشت من انا انتج العجينة نفسها كان عندك اخطاء بالبداية حكينا عن الوجع الوجع الاول ياما ياما شو الاخطاء اللي مرات بتصير مع الشخص مرات ممكن اشي بسيط تنسى تحطه بالكعكة تخرب كل الكعكة مرات يعني مش من زمان حتى برضو مرات الواحد بتعلم ذلك من اخطاءه تعمل احنا عنا برضو عنا بالمحلة من احنا الكعكة تبعنا منتشر بعدة مناطق بالبلاد فلما منعمل كعكة احنا ما منعمل كعكة واحد من عملها عدة كعكات فمجرد واحد من العمال نسيه حطت الجيلاتين بعدما الكعكة صارت كلها مركبة فخلص الكعكة كلها تراحت على الكب فيه خسار يعني بتكون عندك دائما فيه تصحيح دائما راح بتعلم من خطأه نرجع للدورة الدورة اخدتها بتركيا دفعت مبلغ وقدره ليه اخترت تركيا قيمة المبلغ تقريبا تحكيني عن الامور اللي تعلمتها شو الاشياء اللي زيادة؟ ليش بتركيا؟ تركيا معروفة تركيا والقسم الاسيوي تحديدا مشهورين جدا بتصميم الكعكة ومشهورين جدا برضو بالفن والنحت حتى بالكعكة وبغير الكعكة الدورة اكلت تقريبا معنا اسبوع كل كعكة احنا تعلمنا على اربع انا شخصيا تعلمت على اربع انواع من الكعكة الدورة كانت شخصية فلهيك كانت كلفتنا مبلغ وقدره يعني كبير مظبوط حوالي تقفين نقول حوالي عشر تلاف شكل فيها عدة فيها شغلات ليه مش موجودة احنا عنا هون بالبلاد منها النحت على الكعك التجسيد المجسمات التجسيد انك انت تجيب شخصية داك تجسدها على كعكة هذا مش شوين لا بالكعكة لا بغيرها شخصية هل انت بالفعل انت بترسم بالاصل في عندك رؤية هيك او فن رسم اسمعي بالاساس اي يعني شغل للكعك بحتاج لانه عن الفن لانه دقة يعني الواحد اذا هو بشكل عام عفوي او همجي فينا نقول بقدرش يشتغل بالكعك يعني منفع تجسدني انا متلا نجسد ازدار عن جلد يعني زي ما احنا بزدار فعنده هيك علاقلة للرؤية يمكن تبع نقدر احنا يعني منجيب هي احسن يعني دايما دايما كيف انت ممكن واحد يرسمك وانت حده بتطلع الصورة اوضح او احسن من انه يرسمك من خلال صورة فنفس الشي واحد انه يقعد يجسد عن اشياء بالزبط بالزبط احنا برضو بالحلقة راح اكون مع الشففاف راح نبين كيف نعمل شوي من تفاصيل الوجه شو الفرق بين تفاصيل الوجه بين الشب والصبية بين الصبية والختيارة اليوم صالح انت بتشوف مين الصانع الكعك الناجح من مندارك الصانع الكعك الناجح هو الواحد اللي بيختار دايما التجدد بيختار الشغلات اللي هي تناسب المجتمع اللي هو عايش فيه متطلبات المجتمع اللي هو عايش فيه ودايما يكون متجدد ويفوض شغلات جديدة المكونات لهاي الكعكات هيك نحك شوي على المكونات المكونات قداش بيستغرق معك كمان وقت منحب نعرف من ناحية المكونات المكونات احنا بنعملها حسب متطلبات الشخص نفسه زي ما هكينا عنده نوع حساسية معينة او انه بتفريش معاه او طعمة معينة فاحنا بنعمل حسب طلب الزبون بالعادي اي دولة من دول العالم لما بدن يشتغلوا على تصميم الكعك دايما بيفضلوا انه الكعك سفنج وما تكونش مرتبة ولكن احنا عونا هون بمشيش هذا الاشي بالبلاد فعشانك دايما بدوروا على الطعمة وبعدين الشكل فاحنا منحط الطعم البدهنياها المكونات البدهنياها حسب طلب الزبون على قديش مدة وقت برضو بتعلق بالكعكة نفسها في كعكة ممكن تاخذ معك ساعة وفي كعكة ممكن تاخذ معك ايام طيب احنا هيك صالح نتوجه لزميلتنا عفاف في المطبخ نشوف شو بتكو تعمل لنا مع بعض وقبل هيك بدنا نسمع نصيحة من الزميلة ازدهار القليل من الضوء يكفي لتغادر العتمة القليل من الحب يكفي لتنمو في القلب شجرة القليل من الصمت يكفي ليتضح التغيير القليل من التجربة يكفي لتبرهن التجربة القليل من التحديق يكفي لإصابة الهدف القليل من الصبر يكفي لحضور الفرج القليل من النسيان يكفي للشعور بالشفاء القليل من الاعتدار يكفي لإكمال العلاقة القليل من الضياع يكفي للجد أو لنجد أنفسنا القليل من الخطأ يكفي للتمييز الصواب القليل من الصمت يكفي لنقول الكثير القليل الذي تحبه يسعدك أكثر من الكثير الذي لا تحبه القليل كثير إذ قنعت والكثير قليل إذ طمعت والبعيد قريب إن أحببت والقريب بعيد إن بغط القليل هي مسألة مقادير ومعادلة النفس والروح القليل هيك مشاهدينا مننتقل لزميلتي عفاف مع الشف صالح شف صالح عندي إسا بالمطبخ وعم بيشكل لنا شكل وجه كتير حلو الإشي اللي أنا بستصعبه شوي عجينة السكر على فكرة يعني بدأس للمشاهدين لازم يعرفوا أنه فيها شغل كتير وبدأها قوة بالإيدان وبشتها أصعب من الصيف فكل الاحترام لصانعي الحلويات وشوفوا شو عم بعمل معنا إسا وجه كتير حلو اللي هو الكامير طبعاً يشايفته من فوق حالياً عم بعمل لعيون وحوالى المجسم المنخان طيب بداية إحنا بلشنا أول شي سبغنا العجينة السكر عشان نحصل على لون الجسم حطينا الإبيض مع شوية بني شوية أصفر وشوية زهر بلشنا بتفاصيل الوجه صالح هذا اللي مش عرفته أنا إيش هذا؟ هذا يعني فينا نقول لك كريم اللي هو بساعدنا اللي هي حمقاء آه حمقاء آه زي مرجرين زبدة زبدة مرجرين هاد والمرة استعملته مضبوط وأنا شايف عندك هون ألوان ذهبية وهذا عندك هون الزهر وهذا الدهبة معلش بتخلط انتلة الذهبة؟ هو عادة لازم يكون بنوع من المشروبات الكحول وإحنا عنا كأنه يعني ممنوع فإنت بايش بتخلطه؟ تمام في عنا هاي إحنا جبناها من تركيا اللي هي خصوصية لسبغة اللون الذهبي لأنه يبتيجي كبودرة آه وهي خالية من الكحول للناس وممكن برضو إذا حدا طبعا مرات فيه شغلات اللي منضطر ندخل فيها نوع من الكحول الكحول الطب اللي هو قابل للأكل هو مش 70% الكحول إحنا منحط 100% اللي هو بالطير فعشان هيك إحنا برضو يعني منقول لها زبون إنه هيك هيك إنه فيه هنا هيك كمية بهذا المنتج فيه عنا كحول ما توكلوك وبخصوص الكعك اللي عندك لأخولية سيليا أنت العنوان صرت بكل المنطقة عندكو هناك يعني أياتا حدا بسأل إذا فيه كعك عندك موجود العوقيات والكعك مضبوط إحنا حسب الطلب آه لا خبز لا هدفك بالمستقبل تعمل كمان خباز إن شاء الله لقيلك أنت بتعمل خباز لا الصراحة أنا واحد من الناس اللي يعني بأسري بحقي بحق حالي وكمان سؤال صالح قداش بأكل معاك حوالي بسول الوجه إيا أنا عم نشوف أمن مش أقل إذا إذا مجرد وجه مجرد إحنا عم نعمل وجه مش تفاصيل لشخص معين يعني ممكن يوكل لحد نص ساعة أمن إذا هي تفاصيل لشخص معين ممكن يوخذ ساعات إذا في كتير ناس بحكوا آخر إذا في كتير ناس بحكوا ولا يمغلها كعكة عجينة السكر فأنا أبدأ حكي شغلي كتير مهمة بخصوص عجينة السكر الكعكة بتنخبز قبل بيوم تاني يوم منحشيها مزبوط تالتي يوم منلبسها بعدين منبلش بالبسول اللي هو الشكل هذا الشكل بأخذ معانا وقت فس عشان تكونوا عارفين إنه هذا اسمه وقت وقت إنه وقتي إنه عم بعمل مش بس بعمل كعكة بخبزها وبسلمها للزبون هون اللي بدي يشتعى عجينة السكر كعكة عليها منظر من الشكل اللي لازم يعرف إنه وراها واقف عامل اللي عملها ساعات طويلة ساعات مع الألوان مع السبغة مع كل هالأشياء اللي هي مكلفة فكونوا عارفين إنه هذا الكعك بأخذ من ثلاثة لأربعة أيام شغل مش سهل يعني بدك يوم اللي انت تخبز الكعكة بتتركها تبرد يوم اللي انت تحشيها وتقسمها وتحطها بالبرة تبرد والثالث يوم انت إذا تبلش تشتغل عليه هي أقل كعكة ممكن يعني تأخذ معنا بهيك وقت عنا لما كنت أبيع كعكة كان يجي يسألوني ولاي وليش ويكون يفاصلوا كل التعب اللي كنت واقفته عجينة السكر والتعب والفاصل دام صرت وجع من عجينة السكر اللي أنا هي كتير متعبة كمان بالشتة مش هواين شغل فيها وكمان الألوان تناسق الألوان ونكتمل بالضبط كيف اللي زبون بده وترضي زبون هذا الاشي مش من مرة مش سهل مزبوط فتحيات لإلك صالح إنك انت استمرت أنا شوي وقفت بعلم الكعكة لأنه شفت إنه شوي صغير الاشي متعب فروحت أكتر على عالم اللي فيش فيه كتير شغل عجينة السكر طيب هنا إحنا صرنا عم نعمل بتفاصيل الأنف عملنا عملنا برضو تفاصيل الوجه الثاني بدنا نبلش نحدده وانا عم بعمل لك قديش حوالي الميكي ماوس بس لمبارك الله فيك يعني تعبتك ساعة الشغل هي بقى حوالي 30 شكل صح بس جبتلي كعكة ترليش وجبنا كمان تحلاية على اللي عنده كعكة ترليش عفكرة هو مشهور فيها كتير طيبة هو من أول الصانعين الحلويات عنده هنا اللي عملي الترليش حكيت بالضبط قبل حوالي 8 سنين وبتميز فيها أكلت منها أنا واري الكواليس كتير طيبة يسلموا كتير صحة وانا وحاليا رح ننقل للسالون لصديق قلميا وازدهار طيب إحنا بما أنه هون عم نحكي عن تفاصيل هيك لوجوه ولشخصيات من الخارج سرح ننتقل للتفاصيل العميقة أذكر للتفاصيل النفس تفاصيل النفسية عنا فاتن أبو مخصة صاحبة مركز كياني وعنا المدرب ريمة عبدالقادر صاحبة مركز مرسا أهلا وسهلا فيك وشرفتونا صباحكم خير صباحكم فال هن طبعا نحكونا عن أهمية التدريب وكمان هن يكونوا نادي ونقابة عربية للمدربين هون في الداخل إيش كونوا؟ بد هن يكونوا هدفا نادي يكون في عندهن نادي اللي هو يجمع المدربين العرب أنا بعرف أنه في عنا نادي للمجتمع اليهودي وبيضم كمان العرب فإحنا حسب ما أنا شايفة أنه أنت حابات يكون هدف بعيد يجمع ويوحد كل المدربين من وين أجل الهدف؟ نبدأ مع ريمة أول شي سيد صباحكم كلكم جميعا كمان الشيف والشيف عفاف وصالح ورح نتطرك كمان للهوايات وكيف هو بحكي كان بشغف هذا الشاب ووصلنا الشغف تبعه من وين هذا الإشي بيجي؟ بداية المشروع تبعا نادي نادي المدربين اللي إحنا قاعدين هلأ منحط أول خطوة فيه أجت من حاجة حاجة ملحة من سببين السبب الأول الدعم وهاي الفكرة اللي جمعتني معين مدربي فاتين الدعم المتبادل ما بين المدربين على أساس يكون جسم واحد اللي هذا الجسم ضمن كل يتنا تحت هاي الدفئة الهدف تباده الخبرات؟ بالزباد كله لصالح المجتمع إحنا بات بيتنا هلأ أكيد عندنا يقين كلنا أنه الدائرة الصغيرة ما بتكفي يعني نسكر البيت على حالنا ونقول ما إلي خصم اللي بيصير برا كلنا هذا الإشي بلش يقالمنا لأنه بلش كل الإشي غلط يفوت على بيوتنا ويفوت عندنا على الدائرة الشخصية تبعتنا فمن هون ما بينفع أني أنا أغمد عيني وأسكر بيتي وأقول ما إلي خصفي برا وإحنا المدربين اللي تلقى علينا مسئولية كتير كبيرة السؤال تبعي وين إحنا موجودين طالما إحنا مش متكاتفين وما إلنا إحنا ندعم بعض وما إلنا أجندة معينة وواضحة نمشي فيها مش رح نقدر نعطي إذا ما إصطلع خبرنا يعني فاتة أنا بحكي لك آخر فترة طلعت طلعت يوم المدرب ريمة مدربتين بلايف اللي هو عبر موقع التواصل الاجتماعي على الإنستجرام بيدل على كمية الرضا الداخلي السلام الداخلي يمكن كمان هم من إحناك عرفوا بعض من الإنستجرام صح يرات تخبر ريمة كمان حرفت عليها لريما الفكرة زي ما حكت ريمة إنه تجمعنا حلقة إنه من نفس العالم عالم التنمية البشرية برضو إحنا بدنا ننقل لغيرنا إنه ممكن كثير يبكى توحدات من نفس العالم إحنا تعرفنا بعض عن طريق الإنستجرام السوشال ميديا شفنا صفحات بعض وريما شب تختلف عن ريمة أحساب أحكي لك عن الاختلافات ريمة أصدرت بطاقات رغم أني بصدر بطاقات فنوع من الدعم حبيت أني أنا أشتغل في بطاقاتها والإشي هيك كثير أعنالها وحبت إنه نتعاون مع بعض بختلف عنها رغم إنه في بيننا كثير أشياء مشتركة وتشابه إلا زي ما تفضلت فيه اختلافات ريمة أولاً أنا بعتبرها مدربتي يعني هي بعالم التنمية عادلها 13 سنة وأنا بستفيد من خبرتها طبعاً أي مجال فاتن أنت بالأساس؟ من أي مجال؟ أخي سائد أسنى والمدربة ريمة معلمة معلمة ثنتين غيرتوا للمجال ورحتوا على التدريب عالم التدريب أنا لسه موجودة في المجال لإني كمان بحبه التدريس ومن هناك أخدت من فعنيت عالمين مع بعض كم من الاختلافات؟ طبعاً هو العالم اللي إحنا جايين منه طبعاً رح هيك ينطينا أساس لعالم التدريب والتنمية البشرية بما أنه أنا طبعاً بكت تقريباً حوالي سبع سنين يعني مش شوي في هذا العالم هيك دايماً بربط الأمور بين الشغل والعالم التنمية دايماً في مقول بتنقار يعني أنه في الاختلاف يحكمة يعني حتى لو أنت بتختلف عنها دائماً هذا الاختلاف هلو مرة بفسد يعني للوض قضية دائماً بالعكس لازم نتعلم منه بأول الحلقة شو إحنا حكينا؟ حكينا كمان أنه الإنسان أنتوا بتحكوا أنه فيه تعاون بناتكو حكينا على التصالح مع الذات وحكينا قديش لازم يكون عند الإنسان هذا السلام الداخلي يعني أنه تصلوا اليوم أنتوا لوضع تشاركي من نفس العالم مش إشي مفهوم ضمناً صراحة لأنه فيه الحقد فيه الغيرة فيه الحسد يعني دائماً المنافسة غير شريفة والمنافسة دائماً هاي يعني بتبطل المفاهيم وبتوتر العلاقات فكل الإحترام لإلكم يعني إحنا منتأمل أنه حتى الأمنية تبعدكو تتحقق إن شاء الله أنا كمان هيكي لما سألت ازدهار حكت أنه شو السبب اللي خلانا نيجي نقدم على هاي الخطوة اللي هي النادي المشترك لجميع المدربين وإحنا منستغل المنصة هنا على أساس أنه نستقطب قد ما يمكن من المدربين لأنه فيه تخصصات لما سألت عن تخصص تخصصات مختلفة ممكن تغطي جميع احتياجات المجتمع فهنا بالضبط كان مربط الفرس شو روط الانتساب شو المعايير حلو معايير الانتساب أولا إنه فيه عندنا بذرة وحاجة ملحة عندنا إن نحن نتطور يعني أنا بدي أتطور ما أكون مكبرة راسي وأقول لا أنا مدربة أنا بعرف كل إشي في العالم أنا ما أخذ المسؤولية 100% عشان أغير حياة بني آدم أبدا لا لأنه هذا أكبر خطورة ممكن إحنا نفكر فيه كتير مهم إنه يكون عندنا هذا الاستعداد إنه نحن بدنا نتطور إنه أنا بدي أعطي من الموجود عندي وكمان بدي أخذ وهنا لما حكيتي لمية عن الحقد والغيرة وللأسف الشديد منافسة أنا بسميها غير الشريفة السؤال تبعي اللي أنا بطرحه وبطرحه للجميع اللي موجودين بهذا بهاي البوطقة تبعات التنافس مش مهم بأنه مجال بالذات التدريب لأنه بتناقض مع رسالتنا فالسؤال تبعي لخدمة مين تخدم مين هاي المنافسة تخدمك أنت كبني آدم أكيد لا أنا أستطيع أسألك أنت مين الناس الشرائح اللي بتقدمي لهم خدمة بالتدريبات حلو أنه أعمار أنه شريحة من الناس اللي أنا بقدمه أكثر للنساء للطبايا والنساء هاي جمهور الهدف تبعي بينما المركز عندي بس هدف مشترك كمان بزابط صح وكمان المركز عندي بما أني بقدم كمان خدمة أو دورات تدريب مدربين فعندي المدربات طبعا كل واحدة منهم في إليها تخصص تاني في عندي مدربة بتشتغل بس مع الأطفال الصغار كمان فن القاء وكمان على شخص سقل الشخصية في عندي مدربات بشتغلوا بس مع المراهقين في عندي مدربات بشتغلوا كاستشارة اللي هي أسرية وإحنا بحاجة كمان نغطي كل لقيتها السؤال هيك يا عمالة يعني بيخليني أستدرجك بالكلام لما أنت اليوم تطلعي على هيك على الاستاج أو قدام مجموعة نساء وبدك تعطيهن التدريب قداش بأخذ معك وقت في البيت تتدربي كيف تتدربي كيف تتحكي مع المراهقين أذكرك أنا كيف بدت الرحلة تبعتي الرحلة تبعتي بقت أول إشي هو ألم ألم موجود عندي أنا اشتغلت عليه من خلال أداة التدريب فروحت اتدربت على نفسي سنين طويلة على أساس أني أطلع النسخة الموجودة هلأ حكيت مع حالك كتير ليالي وأيام كتير سنين رحت على أساس أني أتدرب وأوصل لهذا السلام اللي اتفضلت فيه لمية والكتير مهم وبعدها جيت لمرحلة لإني حسيت أنه هاي هدية عن جد وصلتني من جوة ليش أنا أحرمها أحرم الناس منها فبلشت أنضم لكل عالم التدريب كمدربة بعدها على أساس أني أوصل أكبر عدد من الناس هلأ هل وقفت لهون أكيد لا رح أوقف لهون أكيد لا بكل ورشة بكل لقاء بكل جلسة شخصية في عندي تحضيرات في عندي بني آدم اللي على أبالي أنا بدي أنقله من مكان أو أطلعه من تعالي نقول من منطقة الأمان تبعته وأوديه على محل اللي هو ممكن يكون بي ولا حتى سي يعني دي يخد قرارات دي يعمل تغيير والتغيير هذا ألم وكمان بيكلفه فأساس أنه هذا التمن ما يكون أعلى من التغيير نفسه من ثمار التغيير أنا بهاي الحالة مسؤولية علي عشانيك بحضر حالي كتير سؤال دي واجهه واللي بالدكية سؤال دي واجهه كمان للمدربة فاتن شو هي واصفات المدرب الناجح أو المؤهل واصفات نجي من نبدأ في المؤهل المدرب المؤهل المدرب المؤهل أولاً لازم يمر سيروري التغيير ويقلل الفجوات بينه وبين ذاته لازم يتدرب ويدرب حاله ويشتغل مع حاله كتير عشان يوصل المرحلة الثانية اللي هي تأهيل التدريب فالتدريب أنا دايماً بقول إنه هو علم التدريب هو مراحل في الشي إنه مرحلة واحدة ونخلص هو علم اللي هو كبير بنتيش بنتيش تنمية بشرية شو رأيك بالناس اللي بتأخذ لقاء أو لقاءين وبتسمحها لها مدربة وبتطلع على السوشال ميديا وبتمسك مجموعات وبتدربها من خمس لقاءات وانت بتحكي اللي هي سيروري تعمل مدارس مين سيروري تعمل اللي هي مش سهلة التغيير فيه إلو ثمن بجيش لا بيوم ولا بليلي هي سيرورة كاملة بس عفكرة يعني مع السؤال هاله هيك شوي لقيته غريب فيه أشخاص بتلاقي عندين هاي القدرة إنه يطلع يوقف قدامك ويحكي لك شغلات بدون ما يكون متعلم دورات وعن جد يقدر يأثر على شخصيتك هدل شو محل من الإعلام لم يفيه فرق بين المدرب والاستشارة حسب أنا بعرف صح لا أنا ما بحكي على استشارة بحكي على إنسان بدون ما يأخذ دورات هو من كون ذاته فيه عنده أمور معينة ما رأها بالماضي كون منها إنسان جندي هل قد بده يعارك وبده يكون بالمرصاد وعن جد عنده القدرة هل ممكن ينجح؟ طيب هون أنت أحكيت عن شغلتين اللي هنه مختلفات تماما بس بدي أوضح فيه فرق بين التأثير والتدريب أولا المدرب هو مجبوري بك مؤثر مؤثر في حاله مؤثر بالبني آدم اللي بيدربه أو بالمجموعة أو بالجمهور هذا المدرب المؤثر هو مش شرط أنه يبكى مدرب يعني بقدر يبكى بس مؤثري بكلماته مش ممكن يبقى مدرب؟ لا لازم أنه يبكى مؤهل لم يأنا بأخذ له التدريب فيه قوانين معينة فيه قوانين فيه آليات فيه علم هنا بقدرش يجي من فراغ يسمحها لمدرب انت حكيتيني هنا شو رايك بالناس اللي بتتعلم أربع لقاءات أو خمس لقاءات وفاجأة بسطلع أنه أنا مدرب أنا حسب رأي حسب رأي هاي اللي قاتل إلهن هاي ثقافة صغيرة يعني من عالم بفضل أنه يخذوها لإلهن يحتفظوا فيها لإلهن إذا بدهن هيك يكتبوا عبارات وكتابات يستخلصوا منهن بكل حب بتقبلهن التدريب هو أماني وعمل إنساني بحت اللي عنجد بناشد الجميع أنه يتحمل هاي المسئولية وإنه إذا مش مؤهل ما يسكيريش غرفة التدريب أنا عارف إيه دقاطة عليك في مدربين بطلع يدربوا في كلمات لازم تختارها تحكيها بمفعش أنك تحكيها في أسئلة بمفعش تسألها في أمور ممنوع تخوط فيها في معلومات ممنوع تعرفها عن الشخص يعني أنت المدرب هو بثير الأسئلة لكن لا يعطي المعلومات طبعا برضو أنت سألتيني أخرى سؤال بدي أرجعك لإله شو الفرق بين التدريب والاستشارة في فرق كبير ومش مفهوم لإلنا الفرق أنه المدرب هو بس بيسأل بيجيش ينطي رايو بالبني آدم اللي بيدربه بيجيش يقول له أنا لو محلك بعمل هيك أنا عن طريق الأسئلة وعالم الأسئلة بدي أخذه لمحل أنه يقلل الفجوة بينه وبين ذاته ويعرف طبعا الأسئلة نوع من التدريب فيه كثير آليات يقلل هاي الفجوة بينه وبين ذاته ويعرف شو هو بالدو ريمة أنا بدأ أسألك هل مجتمعنا هون في الداخل منكشف لعملية التدريب وكل قصة الكوتشنج هل في عندنا يعني دراية كاملة هون جزئية مناش نقول كاملة بين أفراد المجتمع العربي هون بالداخل إذا بدأ أجي أعطيكي على إحصائيات وأنا كمان جاي من عالم الإحصائيات باللقب التاني تبعي بقدر أجزم لك أنه نسبة ضئيلة جدا منكشفين لللبس الموجود في مهية الوظيفة هاي أو المهنة هاي الناس بتلخبط ما بين كمان مرة زي ما حكت تفضلت فاتن بين المدرب المجموعات بين الكوتش اللي هو موجه أو مؤسر شخصي وبين المستشار وبين اللي هو طبيب نفسي في عندنا لبس بهاي التدرجات التسمية بالضبط إذا أنا دقاج أرتب لك الإشي وكمان على أساس اللي بيشوفونا ويسمعونا يترتب الموضوع عندهم لو نأخذ هيك شكل هرم معين اللي قاعد على راس الهرم هو البني آدم اللي هو متخصص على مستوى الأعصاب وطب النفس تحته بنيجي إحنا تحتنا بيجي المستشارين وهكذا على تخصصاتهم هلأ إحنا منيجي بين طبيب النفسي وبين الناس اللي بتيجي من المستشارين بالقدر أهمية كبيرة للمدرب يعني إحنا بالفترة الأخيرة بفترة القافة المجتمع قافة العنف خصوصا هذا الأسبوع القتل العنف كيف ممكن التدريب يخفف أو يقلل من العنف أكيد بيخفف بيقلل لأن الأدوات اللي إحنا منترحها سواء على مستوى التدريب المجموعات اللي هي هناك إحنا منشتغل على مهارات ويكاد يكون عندنا الجازم بهذا الموضوع الدراساتي بتثبت إنه إنسان نجاحه مش بس بيجي من مهارات أكاديمية كمان من مهارات حياة بل هي الأهم عساس أني أنا قدر حتى أتعامل مع بيقى التعليم بدي مهارات حياة كيف أتعامل مع الوقت كيف أتعامل مع الأشخاص كيف أتعامل مع نفسي كيف أنظم حالي كل هالأمور هاي بدها مهارات هلا هذا المدرب اللي هو مدرب مجموعات مدرب الشخصي هو اللي بيشتغل على السلوكيات كمان بيشتغل على عادات بيشتغل على أني أنا أساعد البني آدم يغلق أو يقلل من الفجو بينه وبين نفسه هلأ تتعامل أتخيل أنا وياكم الأشخاص اللي التخيخة هدول لو أنا آجي أخذ كل هدول هذا المجموعة من الشباب وأطلع على الاحتياجات تبعيتهم أو أحاول أمسكهم وحطهم ببيئة تانية صحية يتربوا بطريقة صحية هل بيطلعوا تخيخة؟ هل بيطلعوا تخيخة؟ أكيد لا فهون فيه احتياج معين وراء السلوك تبعهم أنا وظيفتي هنا كمدربة أني أمشي أنا وياه سيرورة نعرف شو هاي الحاجة لم تلبى وليه وصلته لهذا الموضوع؟ فسي بتعرف أنه مجتمعنا مش عارف بالضبط أنه فيه بيئة وفيه تأثير بيئة الطفل بيخلق زي الوشاح الأبيض إحنا اللي منزرع فيه إحنا اللي منأثر فيه فأنت بتحكي عن اختلاف البيئات أنا بحكي عن الفترة اللي مرقت الطخيخة والقتل هني ما أجوش من فراغ فيه تنمر فيه شحنات سلبية تعرضوا لها فممكن التدريب زي ما أنت حكيته يأثر عليه الإيجابية لو هذال الأطفال أو الشباب إن مسكوا بفترة متقدمة قبل ما يصيروا اللي هني عليه الآن كما وصلوش لهذه المرحلة بالزبط ورسالة الدكتوراه تبعتي اللي أنا قاعدة هلأ بالنهاية تبعيتها التوصي من وراها إنه ندخل التدريب الشخصي حتى لو كان لمجموعات صغيرة وكمان الكوتش واحد على واحد داخل المدارس يعني بالإضافة لعننا مستشارة اللي هي تربوية كمان يكون لعننا مدرب وهذا الإشي يجي من الوزارة نفسها ينحط هناك مدرب اللي يتابع لأنه منبع كل اللي يتدول الشباب المساكين اللي أنا كتير عن جد يعني بحكي عنهم مساكين منبعهم من هناك من محلات اللي هي كمان مرة تنمر ما لاقوا تجاوب بشغل معين لاحتجاجاتهم ما حدا سمعهم أو تلاقوا بمحل معين على أو ألقينا عليهم كتير الأحكام وإحنا ناس إحنا بطبيعتنا كبشر ما منحب حدا يطلق علينا أحكام أو حتى ينتقدنا فيه طرق مختلف كيف أنا أقدر أعطي ردة الفعل من ابناء من ابني لحد ما بعرف مين فجيبي والد صغير هلأ أقولي له أنت ضربت أختك هو ضربها وهو بعرف أنه هو ضربها بس لا يمكن يقولك آه أنا ضربتها تمام؟ فكتير مهم أعرف كيف أقوله أنت ضربتها عن طريق أني أعزز كلية السلوكيات الصحي الموجودة عنده بعدين شوي شوي لأنه أنا أقنع ويثق فيي أنا جاي هون أطورك فهي الثقة والأمان هاي قيم جدا مهمة لنا في عالم التدريب صار معك مرة أنه حدا هيك ما حستي أنه استفاد حستي أنه رفض الدورة أو التدريب أو حستي أنه يعني الإشي أثر عليه سلبا بعكس ما أنه لازم يأثر عليه إيجابا صدقا أنه مش أثر عليه سلبا فيه ناس اللي يطلع التدريب أنا بدي أرجع لقصة التدريب البني آدم اللي بديه يتدرب بديه هو يبكي مقتنع ومآمن في التدريب من أي نواحي أنه يكون بني آدم صادق مع المدرب عنده مسؤولية وعنده ثقة في المدرب وعنده التزام لما هاي الصفات تبكي موجودة عند المتدرب فهونا رح يصير سيرورة تدريب اللي فيها نجاح ونجاعة وتغيير بنفعش أنا أكون أعطي الآليات وإنتي ما تشتغليش كمتدربة هون أنا بدي أرافقك أنا بدي أمطيك اللي عندي وإنتي بديك تشتغلي مع حالك بديك تشتغلي مع المهام بديك تصغيلي بدي أصغيلك بنفس الوقت وين الصعوبات اللي بتواجهك هيك بهذا المجال بشكل عام يعني؟ وين أكتر إيش بتحسي فيه صعوبة؟ أكتر إيش صعوبة أنه عدم المعرفة بين الفروقات عدم المعرفة لاحتياج التدريب أنه خصوصا النساء بما أني أنا بمجال النساء وبعرف كتير وبقدر أخوض في هذا العالم ممكن يحسوك أنت المخلص أو المنقذ أو اللي يحطوك بيهاي لغاية كتير هيك أنتوني دور المنقذ صاروا معطياتني يا هاي الدور أو ملبساتني هاي القبعة طبعا وأنا بآمن أنه نساء بتقدر تساعد نساء الصعوبات هي عدم الالتزام التدريب بده التزام عدم الالتزام يعني أنا ده أجي مرة بديش أجي المرة اللي جاي بدي أعمل هاي المهمة ديش أعمل هاي المهمة ما هو كله بالآخر بيعود على الشخص على الشخص يعني أنا هذا اللي بدأت فيه يعني اللي جاي تدرب تدرب لصالف لصالف طبعا لازم يتقبل أنه أنا بدي أشتغل على نفسي أولا لازم يأمن عشان أنا أتغير أهام يأمن يأمن شو خطوات اللي الجاي ممكن تعملوها بعد ما أعلنتوا أنه حابات تعملو نادي بس ممكن أعقب شوي على النقطة اللي حكت هلأ بالنسبة للتدريب الشخصي وحتى كمان تدريب مجموعات في عنا إيش من نسميه إحنا رفض عند الإنسان وإنت الإنسان بيفوت بحالة رفض لكل سيرورة التدريب لما يشعر أنه قاعد يتعمق بذاته شوي شوي ولما يتعمق بذاته مش لما المدرب مش المدرب السطح لا بالزبط فلما بلش يتعمق بذاته فيهم قرارات بدي يخدها بدي يطلع من منطقة الأمال موجودة عنده ودي كلفه دي كلفه مجهود نفسي دي كلفه مجهود مادي دي تنازل عن أصدقاء دي تنازل عن أشياء بيحبها وتصلوا سنين عايش معها فهون بيبلش عملية الرفض هو بحالة إدمان على هاي الشغلات طبعا بالزبط بالزبط وإحنا حكينا أنه كمان إحنا بنشتغل على سلوكيات فالفكرة هون أنه إحنا بنعرف في عنا أدوات نتعامل مع هذا الرفض ولكن في حالات نادرة جدا أنه الإنسان بيفوت محل معين اللي بتحركش من محله لما بتحركش من محله أنا كمدربة بعمل معاه جلسة بعمله إشي من سميه دروبت دروبت يعني بطلعه من العيادة من عندي فبحكي معاه بشكل صريح واحد اثنين ثلاثة أربعة في عندك هون قرار بدو ينعمل هذا القرار يا إما منمشي وعليك تعمل هيك هيك أو أنه بنعملك دروبت لما تكون جاهز فيك ترجع لي وعلى فكرة وعادة لما نعمل هاي الحركة هون زهين إحنا بنعطيه كمان فوش إنه يقدر يقرر وقرار سعب ومؤلم فهنا إحنا كمان بنشتغل على الرفض بهذه الطريقة خطوات مستقبلية بس نسمع منكو عشان ننتقل المطبخ بعد ذلك الخطوات المستقبلية لإلنا إحنا نكملين إن شاء الله في الدعم مستقطبين كمان عندنا مدربين نسمع منهم يسمعوا منا بالذات فترة الكورونا كل مدرب صار يشتغل لوحده ما في عندنا هنا أي إشي اسمه جسم واحد اللي نقدر نفيد فيه هيك جسم واحد إحنا رحين نفيد أكتر فبتنتظرونا بالزبط هذا أمن الإنسان بتعلم من العباله وإحنا كمدربين ريمة إحنا بحاجة بحاجة إنه أنا ريمة تسمعني أنا أسمعها إحنا صفينا بحاجة لناس مؤهلين تسمعنا في هاي الأوضاع فأنا مش كمدربة مش أياتة إشي عندي بغدر أقوله لبني آدم عادي فبتكون الناس الصح اللي تستوعبكوا وتحتويكوا طبعا بما إنه برضو منحتوي الناس فإحنا بحاجة إنه هو المحل اللي يحفوين طبعا فالنقطة هاي الجاية اللي هي الإشي العملي جدا رح يكون واحد الإعلان عن النادي بشكل رسمي اتنين الإعلان عن المعايير الإشي الثالث كمان اللي رح يكون إنه رحين نطلع يعني طلب على أساس نبلش نعمل خطة كيف ممكن إحنا دورنا كمدربين يكون فعال في المجتمع احتواء مشكلة العنف ومشاكل كتير في المجتمع رائع إحنا كمان منشد دعائي إن شاء الله نتمنى لكم كل النجاح شكرا شكرا رحنا فيكم بسطنا فيكم شكرا خلينا نشوف شو صار مع الشف عفاف وصالح في المطبخ الزهار رح ترى فينا بالأفضار سأنا بحب أول شي أشكرهن عن جد بتمنى لكم كل الخير وإن شاء الله هالنادي بكبر وبنجح وكل يكون لنا نادي عربي ناجح إن شاء الله إن شاء الله شو أنصر بالوجه تعلمت إشي جديد يا عفاف خلصنا الوجه مكياج تعلمت المكياج مش بس مكياج إنت العلمت المكياج ولا هو لا تعلمت إنه في مواد جديدة للمكياج بتغير تعمل مع الوجه عالم البوتوكس والفلر كمان يعني زل حدي عام حتى العالم البوتوكس والفلر نقلناها للأشكال أنا هنا إحنا عملنا التفاصيل لوجه الصبية بالمقابلة حكيت إنه إحنا في تعلمنا برضو كيف نعمل الاختلاف بين الصبية والشاب بين الصبية والختيارة فعنا عملنا هنا صبية عاملة شوية بوتوكس بخدودها بالوجه نفسه إحنا ممكن نقلبها لختيارة نزيدها شوية تجاعد زي اللي هي من بين بتشبه مونا واصف الممثلة صح كتير إحنا حاولنا إحنا لما نعملناها حسيت بعدين أنها تشبه مونا واصفة كنا كانت بأنه هي مونا واصف بس شايف يعني هنا هيك إحنا مقدر نلعب شوية بالتجاعد يعني فهي بتقلب بتصير ختيارة يعني أنت ممكن تلعب بالأشكال وهي أشياء فنية يعني للتجاعد كيف نزيدها كيف ننفخ ننفخ للختود مظبوط حلو برضو شكل الدقن للشاب الصبية آه طبعا كيف نعملها لصبية أو لشاب صبية دائما لمسات تباعها بيكون أكثر لقدام شو أكثر شي استصابتي من تشكيل الوجه العيل المنخار والكيف اللي خدود عملها وإنه المكياج إلو دورة لحال مظبوط المكياج هدا أعطيش مكياجها إلو دورة لحال إذا بدكت مكيج هاي يعني حلو هدا هي بتظلها بالبراد الشكل نفسه إلا كان حيبضلاش بالبراد هاي بضلها برا ستة شهر طريبا بتنشافه بتصير كتير رئاسي وبتبطل تتاكل يعني بتنزي التمثيل بالظبط طيما عنا هاي موجودة دي روحتها من تركيا حبيبك العزيز شافرت شافرت من دول لدولة حلو شو بتحب تنصح هيك الناس اللي بيشتغلوا بالسكر هيك معلومة أو نصيحة جديدة تعلمتها زي ما حكيت التجدد هو يعني راس النجاح كليته ف والشغلة بدها هيك طولة بال بالظبط يعني الواحد اللي بديوشتغل بديو تكون طول يعني خلاقه طويلة فيه شخصك طلب منك كمرة تصنع كعكة أو وجه معين وعطاك صورة وطلعت مش نفس الصورة فشو حكالك آه أكيد يعني يا ما صار يعني بتصير واحد معا أكيد لمن أول شي يعني الرضى الزبون هاي أهم شي بالشغل كلياته ف والنجاح أساس النجاح يعني فإذا أساس إذا هو ما رضيش بالكعكة فأول شي أنا يعني الاشي بده يعود علي بعدم الفائد وأنا عن جد بكون يعني قمي في الزعب كيف تقنوه كيف تقنوه أنه لا الكعكة حينوي ممكن يحكي لك لا بديش إياها بديش هدفع ممكن صراحة يعني مش بالظبط صارت معاي أمن ممكن يكون صارت معاي أنه نسيت كعكة آه بستنى وفي مناسب وأشياء لا أيندي لازم تعوضه سيدة بالضبط ما هو فإحنا بدنا نعوضه بكعكة ثانية وهي يعني هو مش مش راضي عن هذا الكعكة لو بتكون أحسن كعكة بالعالم وأحلى كعكة بالعالم ومش راضي عنها لأنه مش طلبه فصارت معاي أنه أنا نسيت لازباين كعكة وهني جايين ومتحمسين وعندين عيد كبير وكذا فلو بتعطيهن أحسن كعكة عندك وأحسن جودة وعسابك يعني هكا بتحكي المسؤولية دائما لكل إنسان صاحب المحل لكون مسؤولية تفكر بغير ومشاعر غير وإشي مش كعكة بس مزبوط في هنا مناسبات مزبوط شو بتحب تحكي عفاف آخر الشي هيك عن الإشي اللي كان اليوم بدي أحكي له كل الاحترام ويعطيكو ألف عافية هذا الشغل مش مفهوم ضمناً قديش فيه شغل وتعب من ورا الصورة الجميلة اللي انتو شايفينها إسمتو المشاهدين واللي شايفين اللي بتشترك عيك لعرفوشها قديش اللي بتعبو ورا هيك شغل كتير شغل صعب يعطيكو ألف عافية شكراً لكم شكراً لنصايحك شكراً للأشكال اللي جبتها اليوم بتمنى لك كل الخير والتوفيق ومن إنتاجات لإبداعات جديدة إن شاء الله يا رب إلنا و للجميع مشاهدينا وصلنا نهاية حلقتنا لها اليوم نهاركو سعيد ولا تنسوا تعملوا نشير موسيقى 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 موسيقى